موجز الثالث مساء من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد كما هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق البابة ودروس بمناسبة عيد القيامة وأجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مكالمة هاتفية بقداسة البابة ودروس الثاني للتهنئة بمناسبة عيد القيامة متمنيا للإخوة المسيحيين في مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبات بالخير والسلام والأمن والأمان وخلال الاتصال أكد فضيلة الإمام الأكبر أن علاقة المسلمين والمسيحيين تعد تكسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء وأن هذه الأخوة ستظل دائما الرباط المتين الذي يشد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات من جانبه هنأ قداسة البابة ودروس فضيلة الإمام الأكبر وجميع المسلمين بعيد الفطر المبارك بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الإنتاج والدفاع الحربي برقية تهنئة لقداسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية وطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيامة المجيد وجاء بالبرقية أنه يبعث لقداسة البابة بأصدق المشاعر المحبة والتقدير مهنئا بحلول عيد القيامة المجيد عاده على أبناء مصر من الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات وأضف بأنه بهذه المناسبة الكريمة التي تكتمع مع احتفالات مصر بالعديد من الأعياد الدينية والوطنية فإنه يعرب عن اعتزازه واعتزاز قواتنا المسلحة بمواقفهم الوطنية المضيئة ضفاعا عن القيم والمبادئ الراسخة لأمتنا المصرية التي يدمعها نسيجا وطنيا صلبا يحفظ للوطن قوته وهيبته ويحقق أمال شعبه العظيم في العزة والخلود كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابة ودروسة الثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بهذه المناسبة هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي توجيها لتهنئة القادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وزرت الانتاج الحربي من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد كما أصدر الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بنفس المناسبة برقية تهنئة لقدسة البابا ودروس الثاني بمناسبة عيد القيمة المجيد جاء بالبرقية تأكيد وزير الداخلية للبابا وطائفة الأقباط الأرثوذوكس عن مكنون اعتزازي وعظيمي الأمنيات راجيا للنسيج الوطني المصري المزيد من الترابط ليكون دوما سدا منيعا تدخل أمانة والشدائد لتمضي مسيرة الوطن لبلوغ مرتجعيات التنمية والازدهار تكمل تلاحم لعجز عن وصفه الكلمات ووطن جسد وجسد واحد للإنسانية على مر التاريخ ومسيرة التقدم والحضارة نهاية موجزة ثالثة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة